و أشرقت الشمس مؤذنة بيوم جديد أن تتحدث عن الجمال والبساطة يعني في أغلب الأحيان أنك تتحدث عن البوادي والأرياف في ولايات الحوضين هنا حيث تهاطل المطر قبل الأحراد وهنا أيضا حيث تدب الحياة مبكرا في هذه الربوع وينطلق الكل لمهمته ونشاطه وبين هذا وذاك وفي إحدى بوادي مقاطعة الطينطان تبدأ نفيسة يومها بنشاطها الموسمي هذا الذي تمارسه من زمن بعيد إنها مزرعتها وأملها في هذه الحياة ومصدر رزقها الوحيد رغم قلة الوسائل وبدائيتها حسب ما تقول قبضت أنا بيهمتي قبضت عدلت هذا المشروع قلعت نص الكارتي ما عندي طراء قلعت منه نص الكارة وبدرت فيها نخال له هو شوفه وبدرت فيها حنتهي ذا هي نخرطها الحمد لله من خال إلى ذاك اللي يثمر به اللي لمزارقها حد وحدنا يقال بعد هامني لا تم يتحيي وعاد خالق قال له هي تستنفع به ذا الشرطي وستنفع به الطينطان هنا الحنة مبيعها الأهل الطينطان هنا طرحها فيهم ومبيعها مولي هنا في نقرة داري الحمد لله مبار نفيسة المرأة العصامية هذه مثال حي على قوة المرأة الريفية وصمودها أمام التحديات لذلك تتحدث عن استعدادها ومذيلاتها من النساء في هذه البوادي من أجل العمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية إن توفرت الأليات وسدت النواقص التي تعيقوا أنشطتهن وخلاص أهيانا شدقال هنا رأينا دعم من الدولة نعدلوا هنا مشاريع وندعموا روصنا وندعموا العالم بعضنا نساعدوا روصنا ونشتقلوا ونحن نشتقلوا به نحن العلايات بصفتنا نشتقل ونحن رأينا شيء وخلاص من ذلك نقدروا نكرع أمار 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 لأشياء قالوا يا بنا والله لكن أنا جبروا وخلاص أنا بعض طالبة من الدولة أني عندي هذا المشاريع ويساعدوني خاصة يا قرياج ما عندي يا قرياج لا ملفقته بشواجمها بخال كل ساعة تدفع له البلو المعيزة ونترى الجيش معاه وليست نفيسة إلا أنموذجا بسيطا من قدرة المرأة في البادية على مجابهة الصعاب التي بدأت تخترقها وتمارس مختلف الأنشطة تماما مثل نظيرتها في المدن ورغم مختلف التحديات التي تقف أمام مشروعها هذا تحرص نفيسة على استمراريتها من أجل مواجهة ظروف المعيشية والدخول في معترك الحياة النشطة عبدالدود ونسدنا الموريتانية دعوة رتانتا